اشتركوا في القناة النهائي ويت فلسف يوصل للنهائي ويت فلسف يعني في اخر سبولة قص صبعه في اخر سبولة مثل يقول قص صبعه هذا هو بيبكوارديونا بالمختصر المفيد يلعب مع مونشن غلادباخ يلعب مع بوروسيا دورتموند يلعب مع باري سان جيرما كل الفرق يلعب معها بدون فلسفة فاز عليها بالنتيجة والاداء يوصل للمباراة النهائية وش يقول يقول لك نخدم عقلي ويريتو كين عقل عقل الباطن ممكن فلو ربما العقل الباطن هيا نخدم عقلي الباطن نخدم عقلي الباطن ندخل في حيث نفرغ وسط الميدان نخلي المليو فارغ نفرغ وسط الميدان لنقابل ادفرسير للخصم يلعب لي بجيرجينيو كوند أو كانتي وانا ما عندي والو فلسفة الفلسفة العقل الباطن يقول لي كي معاك عقلي الباطن يقول لي لازم نفرغ لازم الشرسي تاكني في وسط الميدان تاكني ماكلة في وسط الميدان هذا هو بيبو كورديولا منذ بداية المقابلة قبل بداية المقابلة حين خروج التشكيلة اكتبنا في المنتدى وقلنا يا ناس رايوا بيبو كورديولا يلعب بالنار يلعب بالنار رايخة الخطة هذه والطريقة هذه رايحة تقضي على السيتي وتعطي المجال للسيطرة بالطول والعرض خاصة وخنق خنق خنق ماشيستر سيتي خاصة في وسط الميدان قلنا هذا الكلام في المنتدى من بعدها بدأت المقابلة وشوفنا بعيننا الوسط الميدان مخنوق مخنوق ومدينو جماعة تشيرسي خروج فرناندينيو ولا عدم اقهام فرناندينيو وعدم اقهام رودري وسط الارتكاز بوسترجع الكورات في مكان من؟ في مكان السيرلي الناس اللي كانتوا تقول باللي السيرلي يلعبوا قاضي ينترك ما تفهمش البالو ما عنداش علاقة فهموني انتايا مشوار كامل انجحت في الشامبيونز ليج بدون اشراك السيرلينج والسيرلينج في الاحتياط تجي فهمه قابلة الاخيرة الاساسية يعني الختامية اللي بفضلها تتحصل على الشامبيونز ليج ادخل السيرلينج اساسي وين عقل يتقبلها؟ وين عقل يتقبلها؟ هذا ما عنده الا تفسير واحد محابات الانجليز قلناها مليار مرة محابات الانجليز باش يرضاوا عليا الانجليز لازمني اللعب لهم ولادهم شكونوا لعدهم فودان وولكار ستونز السيرلينج لغم انه فودان در ليلي حقيقة هذا ما ننكره هاش در مشوار رائع تتبقى السيرلينج يا اخي هذا اللعب ما لعبتوش في كامل المقابلات وكنت دايما مسيطر بالطول وبالعرض وبالنتيجة وبالادا جي في المقابلة الاخيرة المقابلة اللي تحصل عليها عالكاسة لعب سيرلينج هذا بوش يسموه ما تقولوا لي لا قراءة لا تكتيكية لا لا طريق تلعب لولو هالا اسموها محابات باش يرضاوا عليا الانجليز لازم اللعب قلتو لادهم شي مفروغ منو بدات المقابلة وسيطر تشيلسي وسجل هدف ايضا كي كانوا يقولوا روبان دياز واحسن لعب في السيتي وتحصل على احسن لعب في اعطيته له رابطة الصحافيين واحسن لعب في نادي مانشستر سيتي احسن لعب ما يعرفش يدير الكوفيرتير احسن لعب يجي البالون في العمق ما يعرفش يدير لاليني تاع لورجو هو وزيتشينكو هذا هو احسن لعب هذا هو لسيتي تعطي لي اموال كبيرة هذا هو احسن لعب لدها في بلاس قون دو قانو محرز كونو لوجيك ثاني حاجة انتهى غلقت والشوطلو الكارفي عندك الحلول وتقدر تصحح هل هو التصعيع منذ بداية الشوطة الثانية اتخرج برنادو سيرفا ودخل لجيس جيس حاكونك عاقل الاساس السيرلينج خرج السيرلينج من بعدها ودخل ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا في مكان دوبروين اللي كان مصعب. لكن المنطق المنطق المنطق. يقول بللي تفرغ وسط الميدان للخصم راح يأكلك. كانتي راه. مش لعب عادي كما راك الظن. كانتي يا اخي الكريم. كانتي راه. هو عنده زجريات. كانتي انا لما نهاردي سمعت دلون بارد حبي تخلى عليه. سي با نورمال. تخلى على لاعب كما هذا. سي با نورمال. تفرغ لوسط الميدان. ونحبي له ستيرلين. هذه النتيجة. تتبقى احباط صحيحة. هذا حقيقة احباط لابن الجزائر. تمنينا يتحصل على الشامبيونز ليج. لكن ماذا عسنا نقول. قدر له مشاء فعل. الجيات اكثر. لكن لو يواصل رياض محرز مع مدرب كما هذا. مستحيل يتحصل لشامبيونز ليج. اه خاصة مع اه الاعوام القادمة كبر السن اللاعبين. مغادرة اغويرو. اه وسط الميدان فرنانديني واعتزال او يذهب الى امريكا. يعني تغييرات كثيرة. و اه من الاحسن يعني انا رأيي شخصي هذا يبقى رأيي. يغير الفريق. احسن هل يغير الفريق. والشي اللي خلاني انا دايما نقول كلمة واحدة ما ينضرش فيها. انه غوارديولا يحاب 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 يحب يكسب ود الانجليز. السيد هذا السيرلينج اللي درناكم فيديو بالامس عليه. وتكلمناها البارح في الليل. انه هذا السيرلينج ضيع وجه اللي وجه كورة حاسيمة. اللي كانت قادرة ترجع السيتي في مجريات المقابلة ضد اولمبيك ليون في الربع النهائي. واقصاء السيتي. لكن لم يتغير شيء في عقلية والعقل الباطن لبيبو غورديولا. اذا خسارة متوقعة متوقعة منذ البداية. منذ التشكيلة. منذ ظهور التشكيلة والخسارة متوقعة. وشي واضح وضوح الشمس. بل الادهة والامر انك خاسر هدف سفر. غير يا اخي. غير انه تخطيكي تاعك يا اوسيدي. ما حبيش تبان باللي راك غالب في الشوطة الول. اكمل الشوطة الول في الشوطة الثاني. اندير التغييرات. لكن للاسف بيبو غورديولا قلتها ونعودها مليار مرة. بيبو غورديولا الفلسفة زائدة صحيح. لكن الفلسفة هذه زائدة نينجات محابات الانجليز. لازم يرضاوا عليها الانجليز. باش. كنلعب ولادهم الصحافة الانجليزية صحافة قوية. ومعروفة الصحف الانجليزية قوية. ومعروفة وسائل الاعلام الانجليزية قوية. ومعروفة وعندها وعندها صوتها مسموع في اوروبا. اذا لنلعب لهم ولادهم باش يرضاوا عليها. من الوقت اصر المفيد. اذا للأسف كل جزائريين كلهم محباطين كلهم كانوا يتمنىوا يشوفوا رياض محارزة تحصلة للشمبيونز ليج. لكن للأسف. اذا اول الناس اللي آآ فارحين بعدم تتويج محرز. اللي بالنسبة ليه هو آآ آآ غورديولا اللي يريد محابات الانجليز. طبيعة حال بدون ان ننسى المايسترو آآ آآ اولو بورتو. اذا يبقى دائما هو في الصدارة. اللاعب الوحيد الجزائري اللي تحصى للشمبيونز ليج دوري ابطال اوروبا. هو آآ اولو بورتو او رابح ماجر اللي حبي يسمي يروحه اولو بورتو. اذا للأسف مرغم مقلقين لكن هلا غالب. هذا هو. اذا نتمنى ونشوفه جزائري اخر يتحصى للشمبيونز ليج. لكن ماذا ما نتمنى هو عدم يعني اللاعب آآ مع آآ فاريق ليكون فيه مدرب هذا الفيلسوف الداهية. اذا حصول آآ بيبو غورديولا مع برسلونا على الشمبيونز ليج كان بفضل ميسي نقطة وارجع الاصطر. انت مدرب معروف منذ زمان. معروف منذ زمان. هذا هو بيبو غورديولا. محابات الانجليز. في الاخير ملتقى مع مزيد من الفيديوهات. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.